سوف نبدأ بحل المسألة الخامسة، لدينا في هذه المسألة رسم توضيحي لنتائج دراسة ما، سنرسم خطا هنا لنقسم هذه الدائرة من المنتصف، دعونا أيضا نقسم هذا الجزء بخط آخر بهذا الشكل، وسنرسم خطا آخر هنا. وفقا لمعطيات المسألة، فإن المتغير X أقل من 20 في 30% من الإجابات، ولا نعلم حتى الآن ما تمثله هذه النسب، ومن ثم X أكبر من أو يساوي 60 في 60% من الإجابات، ثم تنحصر قيمة المتغير X ما بين 40 وأقل من 60 في 25% من الإجابات. مرة أخرى، قد يساوي المتغير X 40، ولكنه يجب أن يكون أقل من 60، وقد يكون المتغير X أكبر من أو يساوي 20، وأقل من 40 في 25% من الإجابات، إذن هذه هي نتائج المسح الخاصة بهذه المسألة. يوضح الرسم الظاهر أعلى إجابات ألف شخص على السؤال كم عمرك، حيث يمثل المتغير X عمر كل شخص. في ضوء هذه المعطيات، ما عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما؟ إذن X أقل من 40، تمثل هذه الفئة العمر X ما بين 20 وأربعين، دعوني أحددها بشكل أوضح. إضافة إلى هذه الفئة التي تمثل الأعمار الأقل من 20، وذلك لأنه ببساطة، إذا كان عمرك أقل من 20 فهذا يعني بالتأكيد أن عمرك أقل من 40 عاما. إذن سنجمع هاتين الفئتين، وعند جمعهما نحصل على 30% زائد 20%، وبالتالي ناتج جمعهما يساوي 50% من عدد الأشخاص الذين تم سؤالهم عن أعمارهم. لقد ذكرنا سابقا أن عدد الأشخاص الذين سئلوا ككل يساوي ألف شخص، وهذا يعني أن عدد الأشخاص الذين تم سؤالهم وتمثلهم هاتين الفئتين يساوي 50% مضروبا في ألف، والناتج يساوي 500 شخص، وهو الخيار D. سوف ننتقل لحل المسألة التالية، المسألة السادسة. أي من الخيارات التالية قد يساوي باقي القسمة عند قسمة أربعة أعداد صحيحة موجبة على كل حدة على العدد الثلاثة؟ أقصد عند قسمة كل عدد من هذه الأعداد الأربعة على ثلاثة. حسنا، لنفترض أولا أنه لدينا أربعة أعداد صحيحة متتالية على شكل X، X زائد واحد، X زائد اثنين، X زائد ثلاثة. وسوف نفترض أن هذه الأعداد عبارة عن أعداد صحيحة موجبة متتالية. أولا، دعونا نفترض أن العدد الأول من هذه الأعداد يقبل القسمة على ثلاثة، فعند قسمة X على ثلاثة لن نحصل على أي باقي، لأن الباقي في هذه الحالة يساوي صف. وبنفس الطريقة، عند قسمة X زائد واحد على ثلاثة، يبقى لدينا واحد، وبالطبع، باقي القسمة X زائد اثنين يساوي اثنين. ولكن، عند قسمة X زائد ثلاثة على ثلاثة فلن يكون هناك أي باقي قسمة، وذلك لأنه إذا كان المتغير X يقبل القسمة على ثلاثة، فإن المقدار X زائد ثلاثة سيقبل القسمة على ثلاثة أيضا، وبالتالي، ناتج قسمة العدد الرابع سوف يعيدنا إلى باقي قسمة العدد الأول. أقصد أن الباقي من عملية القسمة سيساوي صفر عندما نقوم بقسمة العدد الأول X على ثلاثة. إذن، فهذا النمط المتبع هنا. وبنفس الطريقة، إذا كان باقي قسمة X يساوي واحد، فإن باقي قسمة X زائد واحد سيساوي اثنين. وبالطبع، باقي قسمة X زائد اثنين سيساوي صفر، وأيضا، سيكون باقي قسمة X زائد ثلاثة يساوي واحد مرة أخرى. دعونا الآن نلقي نظرة على الخيارات ونرى أيهم يتبع هذا النمط. إنه الخيار D والذي يشتمل على الأعداد صفر، واحد، اثنين، صفر، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن أن يساوي باقي القسمة ثلاثة أو أربعة عند القسمة على ثلاثة أو أربعة. أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة لا يمكن أن يساوي الباقي إلا صفر أو واحد أو اثنين. إذا أدركت هذا الأمر، يمكنك عندئذ حذف جميع الخيارات التي تشتمل على ثلاثة أو أربعة. فلا يمكن أن يساوي باقي القسمة ثلاثة أو أربعة إذا قسمنا على ثلاثة، ويمكننا التحقق من ذلك من خلال التعويض إذا أردتم. وذلك لأنه إذا كان الباقي مساويا لثلاثة، فهذا يعني أنه يمكننا قسمته على ثلاثة. وبالتالي، الناتج سيساوي صفرا. وبناء على هذا، سنحذف كل من الخيارات A وB وC وE، وبهذا نكون قد حذفنا كافة هذه الخيارات. مجددا، علينا أن ندرك ما أشرت إليه سابقا هنا، وقد اخترنا الخيار D، وذلك لأنه لا يمكن أن يساوي باقي القسمة ثلاثة أو أربعة في حال القسمة على ثلاثة. سوف ننتقل لحل المسألة التالية، المسألة السابعة. إذا كان المتغير Y يتناسب عكسيا مع المتغير X، ويعني هذا أن المتغير Y يتناسب مع معكوس X، ومن ثم هذا يعني أن المتغير Y يساوي ثابت ما مضروبا في واحد على X. هذا هو المقصود بالعلاقة العكسية بين المتغيرين Y وX. إذا كان المتغير Y يتناسب تناسبا طرديا مع X، فهذا يعني أن Y تساوي K ضرب X. لكنها في هذه الحالة تتناسب تناسبا عكسيا مع X، حيث أن Y تساوي 15 عندما تكون X مساوية لخمسة. إذن، 15 تساوي K مضروبا في واحد على خمسة. مجدداً، Y تساوي 15 عندما تكون قيمة X تساوي خمسة. حسناً، عند ضرب جانبي هذه المعادلة بخمسة، نحصل على خمسة ضرب خمسة عشر، والناتج يساوي خمسة وسبعين ويساوي K، وبالتالي Y تساوي خمسة وسبعين مقسومة على X. بناءً على هذا، ما قيمة Y؟ إذا كانت قيمة المتغير X تساوي خمسة وعشرين، عند التعويض بخمسة وعشرين نحصل على Y تساوي خمسة وسبعين مقسومة على خمسة وعشرين، وناتج قسمة خمسة وسبعين مقسومة على خمسة وعشرين يساوي ثلاثة، وهو الخيار C. سوف ننتقل لحل المسألة ثمانية، إذا كان المقدار 2X زائد Z يساوي 2Y، وإذا كان المقدار 2X زائد 2Y زائد Z يساوي عشرين، فما هي قيمة المتغير Y؟ هناك أمر مثير للاهتمام في هذه المسألة، يمكننا إعادة كتابة هذه المعادلة الثانية من خلال طرح 2Y من طرفي هذه المعادلة، وعند القيام بذلك نحصل على 2X زائد Z تساوي عشرين ناقص Y، وكما تلاحظون لدينا المقدار 2X زائد 2 في هذه المعادلة الأولى، ولدينا 2X زائد Z أيضاً في هذه المعادلة الثانية. دعونا نفترض متغير جديد هنا، ففي الواقع لا يتوجب علينا القيام بهذه الخطوة هنا، إلا أننا نحاول تبسيط الحل مرة أخرى، لنفترض أنه لدينا المتغير Q، والذي يساوي 2X زائد Z. وأعتقد أن هذه المسألة قد تربككم، لأنها تشتمل على معادلتين بثلاثة مجاهيل، الأمر الذي يدفعك للتفكير في كيفية إيجاد قيمة واحد من هذه المجاهيل على الأقل. ولكن الأمر الشيق في هذه المسألة هو أنه عند حل هذه المعادلة. نجد أنه هناك علاقة تربط هاتين المعادلتين وهي وجود المقدار 2X زائد Z في كلتيهما. إذن، إذا ذكرنا أن المتغير Q يساوي 2X زائد Z، سيصبح من السهل إيجاد الحل، حيث ستصبح هذه المعادلة في الأعلى كما يلي Q تساوي 2Y. ثم، ما شكل المعادلة الأخرى؟ ستبدو هذه المعادلة هكذا. Q تساوي 20 ناقص Y. يمكننا الآن مساوات هاتين المعادلتين ببعضهما. 2Y تساوي 20 ناقص Y. عند إضافة Y إلى طرفي هذه المعادلة نحصل على 3Y تساوي 20، وبالقسمة على 3 يتبقى لدينا Y تساوي 20 على 3. يبدو أن هذا الخيار غير متاح. لا بد أنني أخطأت في الحل. لذا، دعونا نعيد حل هذه المسألة من جديد. سوف نعيد حل المسألة الثامنة مرة أخرى كالتالي. 2X زائد Z تساوي 2Y. كما أن المقدار 2X زائد 2Y زائد Z يساوي 20. ما هي قيمة المتغير Y؟ يمكننا إعادة كتابة المعادلة الثانية على شكل 2X زائد Z تساوي 20 ناقص 2Y. كما يمكننا إعادة كتابة المعادلة الأولى على شكل 2X زائد 2 تساوي 2Y. لقد أخطأت ولم أكتب الحد 2Y في الحل الأول. إذن 2Y يجب أن تساوي 20 ناقص 2Y لأنك ليهما يساوي 2X زائد Z. أعتقد أنه لم يكن ضروريا التعويض بالمتغير Q السابق. فكما ترون المقدار 2X زائد Z يساوي 20 ناقص 2Y. وأيضا فالمقدار 2X زائد Z في هذه المعادلة يساوي 2Y. وبالتالي فهذا المقدار يجب أن يساوي هذا المقدار. أي أن 2Y تساوي 20 ناقص 2Y. وعند إضافة 2Y إلى طرفي المعادلة ينتج لدينا 4Y تساوي 20. وبالقسمة على 4 نحصل على Y تساوي 5 وهو الخيار A. أراكم في الفيديو القادم.